يا أهلا وسهلا بحضراتكم كل سنة وانتم طيبين مين فينا سينة بالنسبة له مكان في القلب سينة جزء لا يتجزأ عن بلدنا وعن مصر و42 عام بنحتفي ونحتفل بأعياد سينة سينة زي ما بنقول كانت القيادة دايما حتى قبل التحرير كانت تقول حرب استنزاف وكان فيه شحن للجنود لكن الجنود لما كانوا يبقوا وقفين على الجبهة كانوا يقولوا ده دفع التمن احنا لازم نرد الحق لسينة لما تتفرج على السينما وعلى الأفلام اللي جسدت ما قبل أن تعود لنا سينة وبعد الاحتفال تعرف قدقيه سينة عند الجندي المصري قوية دماؤه يعني كرمته عزته ازاي قدرنا نرجعها في ظل كل السنوات دي وساعت ترجع كده وراء وتشوف المنطقة الآن وتشوف ما يحدث في العالم الآن فتحمد ربنا ألف حمد وشكر أن بلدنا كلها في حضننا وأن قواتنا المسلحة قادرة أنها تفضل مرابدة على الحدود وتحديدا في سينة فترجع وتتطمن 100% أن سينة مصرية 100% بولدها أولا جزء كبير من التنمية لموجود شبابنا وشباب أهلينا وشباب أولادنا اللي موجودين في سينة اللي بيعمروا مشروعات صناعية وزراعية وسياحية فما بقيتش جزء يعني كده بعيد لا ده جزء أصيل فكرين حليم والأبنودي يعني زي ما غنى عبد الحليم وكتب الأبنودي عدى النهار وده كان قبل يعني بعد 67 لكن في عودة سينة كتبوا صباح الخير يا سينة رجعتي تاني في مرسينة فسينة في القلب وهتفضل في القلب كل سنة وانتم طيبين وبألف خير العيد ده بفكرنا دايما أنه المصريين دايما في أمن وأمان بيحتفلوا في كل عام وبيحتفلوا بشكل كبير وإن شاء الله كله يبقى بخير الأعياد طبعا كلها بدأت النهاردة الصبح بكلمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه الكلمة طبعا يعني هذا القائد الكبير اللي قدمها وكانت كلمة من القلب تعالوا نسمع هذه الكلمة المهمة إن سيناء التي تحررت بالحرب والديبلوماسية ستظل شاهدة على قوية مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء وخدنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا ولكن تحتم الشر على حصون الخير والشرف وقدم الشعب شهداء أبرار من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف